بهدوئه وديبلوماسيته المعهودة دخل رئيس مجلس نواب نبيه بري ملقيا التحية على الصحفيين الذين اجتمعوا إلى طاولة عين التين الحوارية كما دخل خرج رئيس البرلمان بعد لقاء استمر لأكثر من ساعة مهادنا على الجبهة كافة من بعبدة إلى ميرنى الشلوحي فسراي مرورا ببكركي كاشفا عن تواصل حصل اليوم مع رئيس الجمهورية ورئيس المكلف بهدف السعي لترتيب لقاء إما ثلاثي أو ثنائي بمناسبة عيد الجيش على أبواب الأول من آبة ومؤكدا أن العلاقة جيدة مع ميقاتي باعتبار أن الخلاف بالرأي لا يفسد بالود قضية التباين بالرأي بين بري وعون أو بري وميقاتي لم ينسحب على الملف الأكثر حساسية فعشية الزيارة المرتقبة للوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين جدد رئيس البرلمان التأكيد على الموقف اللبناني الموحد بمسألة الترسيم وقال بكرة بتاخدوا الجواب الشيفي وإن شاء الله بيكون بالذهب للنقورة أحسن من روح لمحلتيني فسئل عندها هل للحرب؟ لي أرد؟ أنا ما ألتشي وتابع بري ما سمعناه سابقا ليؤكد أنه يجب العودة لاتفاق الإطار وهذا متفق عليه بين الرؤساء الثلاثة فالظروف الاقتصادية والأمنية لا تسمح بأي تمييع والمسيرات ساهمت بدفع الملف قدما جازما بلاءة ثلاثة لا للمساومة لا للتنازل ولا لأي تطبيع عبر شركة دولية وأكمل بري نريد حق القانة كاملا يا كلو يا بلي معتبرا أن لا مبرر لعدم مباشرة شركة توتال بالحفر خاصة أن المنطقة تبعد 25 كم عن حدود المختلف عليها عن الملف الحكومي وربطا بالاستحقاق الرئاسي سئل رئيس مجلس وابا فأشار إلى أن الحكومة تتألف إذا حصلت شي عجيبي مؤكدا ردا على سؤال للو تيفي عما إذا كان سيدعو مع بداية أيلول لجلسات الانتخاب رئيس جديد للجمهورية أنه في حال تأخر قليلا بالدعوة فالسببان يكونان وراء ذلك الأول هو الإصرار على الانتهاء من إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي ومن بينها الموازنة اللي خالصة عنا وننتظر أن يأتينا المطلوب بمخصة توحيد سعر الصرف من الحكومة أتابع إذا وصلنا من الحكومة أي أمر الخميس فسأدعو الأسبوع المقبل لجلسة المناقشة الموازنة وفي هذا السياق كشف بري أن المجلس سيبقى يشرح حتى الأيام العشرة الأخيرة من موعد انتخاب الرئيس وقال ضاحكا مع الأسف الشديد هالشي أيدني في سليم جريساتي أما السبب الثاني الذي قد يدفع الرئيس بري لتأخير الدعوة لجلسة انتخاب الرئيس فهو بحسب بري التفاهم على رئيس مقبل والمقصود هنا أن بري يغمز من قناة وجوب أن يكون التفاهم على رئيس يضمن الحصول على الثلثين فرئيس المجلس ليس واجباته القيام بعملية ميكانيكية فحسب فالدعوة لجلسة أمر سهل كما قال بري لكن إذا لم يكن مرتبط بتفاهم فعندها يكون عجولا من يدعو لجلسة هذا في الشكل أما في المضمون فبدى واضحا حرص رئيس مجلس نوابة على عدم الدخول بلعبة أسماء المرشحين للرئاسة إذ اكتفى ردا على سؤال الأوتيفي حول لقائه مع رئيس تيار المردة وما إذا كان الأخير استهل معركته الانتخابية من عين التين بالقول ما عبر عنه فرنجيه والصحيح فاتفاقنا هو بسبيل مصلحة لبنان أما عن إمكان وصول قائد الجيش بفتوى ما تشتب وجوب التعديل الدستوري في اللحظات الأخيرة رد بري على سؤال أوتيفي بكلمتين كافيتين قال نحن مع تطبيق الدستور أما عن وجوب تمتع رئيس الجمهورية المقبل أقله بحيثية مسيحية سألنا رئيس مجلس النواب فقال على مر السنوات السابقة لم أمرر يوما أي مسألة تتعلق بحيثية مسيحية أو إسلامية في مجلس النواب فلبنان لوحة جميلة بتعدد طوائفه وأصغر من أن يقسم وعلى قاعدة الرسالة تقرأ من عنوانها اختصر رئيس البرلمان المواصفة المطلوبة بالرئيس المقبل بالقول طبعا رئيس الجمهورية يجب أن تكون لديه نكهة مسيحية ووطنية ويجمع لا يفرق رافضا التعليق على سؤال حول المواصفات التي وضعها البطرياك الراعي رئاسيا والتي تختصر بالحيدي غير الحزبي ومكتفيا بالقول قلنا المواصفات التي نرها مناسبة وفيما يشبه المهادنة أيضا مع بكركي رفض بر الدخول بسجالات بما خص قضية المطران الحاج واكتفى بالقول لتطبيق القانون والعبرة بالتنفيذ ولا أعتقد أن المسألة ستكبر كله بيرجع لحجمه بحسب تعبيره بقيت نبرة رئيس البرلمان في حواره مع الصحفيين هادئة لحين استحضر ملف عودة النازحين السوريين فعلى صوت رئيس بر مخاطبا الجميع بالقول إنها ضرورة مئة بالمئة والغرب كله يقف ضدنا بهذا الملف الذي يؤثر على اقتصاد لبنان وروا رئيس المجلس ما ناقشه بأحدى لقاءته مع مفاوض الأمم المتحدة السامل شؤون اللاجئين فيليبو جراندي واستعان هنا بمستشاره علي حمدان على الطاولة ليطلب منه الإفصاح عما كشفه جراندي في ذاك اللقاء عند السؤال عما إذا كان النازحون السوريون العائدون عبر الأمن العام وكان عددهم بوقت حوالي السبعين ألف يتعرضون لأي ضغط أو تعذيب ليكشف حمدان بأن جراندي قال حرفيا بأنهم تابعوا على مدى ستة أشهر رحلة النازحين ومن أصل السبعين ألف لم يكن هناك إلا 11 نازحا لديهم مشكلة مع الدولة فقط لا يمكن للحديث مع رئيس البرلمان في دردشته مع صحفيين أن يمر عشية ذكرى الرابع من أب المشؤوم من دون السؤال عن المرسوم الشهير الذي يوقف تعيينات محاكم التمييز والعالق عند وزير المال ليرد حازما التأخير مش من عنها الجميع اعترف بأن خطأ كبير تخلل المرسوم وقلنا منذ البداية لوزير العدل بوجوب تصحيحه حتى اللحظة لم يصلنا المرسوم مصححا وقلنا منذ البداية لوزير العدل بوجوب تصحيحه